أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما مما أنذر آباؤهم فهم رافعون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأعشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا آثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام المبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فعززنا بذالدنا فقالوه إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء من أنتم إلا تتبون قالوا ربنا يعلمنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاع المبين قالوا إنا تخيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم مننا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهو مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آنية إن يردني الرحمن بضر لا تعني عني شفاعة شيئا ولا ينقضون إني ذل في ظلال مبين إني آمانت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جواب من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ويا كل لما جميع لدينا محفرون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأتنون وجعلنا فيها جنجنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ذمره وما عملك أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليلين نسلق من نهار فإذا هم مظلمون والشمس ديري لمستقر الله ذلك دقمير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن ما حملنا ذذية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة مننا ومتاع الإلاخين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين جبروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في غلال مبين ويقولون ويقولون مدى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينقرون إلا صيحة واحدة تأقوهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَذَنَا مِنْ 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 مَرْطَدِنَا هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَاسْخَدَقَ الْمَرْسَنُونَ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محفرون فاليوم لا تعلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في غلال على الأرائك متكنون لهم فيها فاكهة ولنما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون علم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أول منكم جبلا كثيرا أبلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أبوانهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتوسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا نصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استقعوا نضيا ولا يرجعون ومن نعمر من الكسم بالخلق أفلا يعتنون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين ليوانذر ما كان حيا ويحط القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يعطلون ولمن فيها منافع ومشارب أفلا يشكون واتقعوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن ما خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مدلعنا ونسع خلقا قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم من توقدون أوليس الذي قلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلا وهو الخلاق العليم إنما أبره إذا أراد شيئا أن يقول له تن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم